السلام وعليكم ورحمة الله كيدرين بخير أتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة قولي بصحة نضادر رعا يجبتم ده باشي ساعة ونص وحلقة كساعة كيشوفوا البعد والقرب وانتحية لكم جيت اليوم باش نقول لكم الله يحفظوا صافي هايا لا قير بدات كما كنت نقول لكم المشكلة ده روسيا مع أوكرانيا هو بدأ وخاصكم تعرفوا شكل يقدم أوكرانيا في هذا الحرب وهي أمريكان عند أهداف سياسية باش نقدم أوكرانيا روسيا ككبش في داء لأن أوكرانيا أمريكان بغل تدخلها لحلف الناتو رغم أنها عند جوج مدن محتلة وفي حلف الناتو ميمكنش يدخلوا شي دولة عند جوج جوج مدن او ل جوج مدن كبار محتلين فحلف الناتو قال لهم أخا أنها عندها جوج مدن محتلين غندخلوها لحلف الناتو وامريكان روسيا ما بغوش يدخلوها. روسيا رفضت هاد الامر هادة ونادت باش تعلن الحرب. وغتكون حرب عالمية ثالثة. لانه غتدخل فيها تركيا وغتدخل امريكان وغتدخل اسرائيل. ومن بعد غتتنوشين مع روسيا. وفرنسا والمانيا محايدين ما بقوش حملو امريكان. لان امريكان هي ليش بده تصداع اه على الغرب. وعارفين غتولي المجاعة الله يسترف اوروبا وغلو بزاف تحويش. نتمنى ان المجاعة ما تكونش في المغرب. ما تكونش الدول المسلمة والدول الاسلامية. يا رب ترفع علينا هالشي. كما كان طلب من الحكومة المغربية. الله يجزيهم بخير. وانا عارف حكومة المغربية ما كتخلاش على الشعب المغربي دي اللي في مكان. انهم حاولوا اه يهضروا مع القنصلية البولونية او في البولونية او القنصلية اللي في بلغاريا او للقنصلية اللي في اوكرانيا. لان اقرب بلادهما بلغاريا او بولونيا. باش يجيبوا الرعاية او المغاربة او الطلبة اللي كانين في اوكرانيا كيقراوا الله يجزيكم بخير. ما نبغوش ولادنا وعائلاتنا واخوتنا. انهم يموتوا في احد الحرب. لحرب من اجل والو. من اجل يعني اللي كيديروها الكبار وكيدقدموه فيه وكيدقدموه فيه الصغار. حرب اه يعني اه كتكون ما بين سياسيين. اللي هما عشان قولك غير اه غير اكثر لهادي المهمة هدي. ومنهم الرئيس ديل اوكرانيا زيلينسكي. لي هو كان اه ممتل كوميدي. بحالي كان فنان كوميدي بحالي. في الفين وخمسطاش الفين وعطاش متل واحد اه واحد فيلم اسميتو واقيلة حلم شعب اه في اوكرانيا وكان هو البطل ديالو. والان ولا رئيس ديل اوكرانيا وها هو ذاك الحلم ذاك التمثيل او ذاك المسلسلين متلها هو كيعيشوا في الواقع. فكن نطلب من الحكومة المغربية انها تجيب المغاربة والطلبة اللي كانين في اوكرانيا اللي يجازيكم بخير حاولوا انكم تدخلو وتجيبوهم وما تخليوهمش انهم تمان ساكن الله يحفظ الموت. ودبال قرطاس ركيه باط والحرب نايدة وبغيت ندير فلوغ ما قدرش ندير فلوغ لان انا اصلا مخلوع وبقيت لبقى احبان خمسة الصباح تشفت ان السوارك ينزلوا على اوكرانيا. فكنت منى انهم تدخل الحكومة وتجيب الرعاية المغاربة. كما كان طلب من الحكومة المغرية والسي اخنوش. الله يجزيك بخير السي اخنوش. وراني كان عارفك مزيان وتلاقينا ووهضرنا وعزيزة لي كان بزاف وانت كدريك عزيزة لي يعني ذاك شي متبادل فكنت منى انك اه تخفض الاسعار اه ديال المواد الاساسية المواد الغدائية الاساسية ديال المواطن المغربي. ديال السكر والزيت والخبز والدقيق وسانيدة وكل شي اذاك شلكي يبغيه اه والخضر والفواكه ولا بغيته ماشي مشكلة المازوطة سيدي احنا كان عارفوا السوق العالمية غطلع دابا المازوطة الدهاب غيطلع مالي ولكن المواد الاساسية الله يجزيك بخير السي اخنوش انا كان طلبك من هاد المين بارلا انا المغاربة مساكرها كي اكلو الشحط وحنا عدنا عائلاتنا وعدنا اخوتنا وعندي الوالدة ديالي وكل شي اه كي عودوا لي وكل شي. فالخضار والزيت وادا بلا ما نظر معاك والطون ودك شي تامان خيالي الله يجزيكم بخير الحكومة المغربية تخفض الاسعار وكذلك اه ادخلوا باش جيبوا طلبة والمغاربة اللي كي في اوكرانيا سواء اني مزوجين ولما مزوجين شونا طالبة الله يجزيكم بخير لاني ما قدرش ندير فيلوغ وكي نشوف الحرب واذا محطتنيش خاطري شكرا لكم شكرا تحييريكم كاملين شكرا الحكومة المغربية شكرا السي اخنوش شكرا لكم انا عارفهم كتفكروا في الشعب فكروا في الشعب مغربي را كل شي فايت ولا ما عارفنا شكون اه شكون السابق واش نموتوا احنا اليوم ولا نموتوا غدا الله اعلم شكرا عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها الف مشترك ولكن واحد في ساعات المشاهدة عدنا ليك الحل حنا فاريق الخدمة ديالنا هي نكملو ليك 4000 ساعة في ظرف سبعة ايام مع نسبة القبول مية في المية حيش كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض ليك معليك غيتواصل معنا وفي ظرف اقل من اسبوع غيتفعل قناة ديالك ان شاء الله اشتركوا في القناة